قرار مهم جدا طرح المواد التدريبية والتعليمية أونلاين شايف أهمية القرار ده إزاي وإزاي ممكن الطالب يستفيد منها بشكل مباشر طيب هو القرار ده الحقيقة قرار مهم جدا وقرار متوقع في ظل توجه الدولة نحو رقمانة التعليم القرار ده بيزود الميزة التنافسية للكتاب المدرسي في مقابل الكتاب الخارجي اللي طبعا له سطوة كبيرة وأهمية كبيرة وتوجود كبير بين الطلاب حاليا يعني كمان بيزود نقاط القوة لوزارة التربية والتعليم في مواجهة ظاهرتين من الظواهر المؤسرة أو في النظام التعليمي ظاهرة الدروس الخصوصية والكتاب الخارجي أنا باعتبر أن ده بالنسبة للطالب فرصة كبيرة جدا وجيدة جدا لأنه طبعا بيوتح له المحتوى بشكل رقمي ما فيش بقى المشاكل اللي كنا بنشوفها تأخر الكتاب المدرسي بالمناسبة الكتاب المدرسي يبقى موجود الورقي موجود لكن دلوقتي بيتم طرح الكتاب النسخة الإلكترونية بشكل مسبق وموجودة ومتاحة أمام جميع الطلاب ياخدها في أي مكان يقدر يفتحها في أي مكان يقدر يستفيد منها في أي مكان وفي أي وقت بدون القيود اللي بيفرضها عليه الكتاب المدرسي التقليدي الورقي اللي الطالب بالتأكيد متعود عليه لكن هيبدأ يتعود بدءا من تطبيق الكتاب الإلكتروني يبدأ يتعود على نظام جديد في المزاكرة بعد كده كتاب المدرسي بشيء موجود يعني هيبقى كله إلكتروني ولا لازم يبقى كتاب المدرسي الورقي موجود لحد الآن الكتاب الورقي موجود وبعدين هو الكتاب الإلكتروني فيه ميزة أنه أنت ممكن حتى لو تم الاستغناء عن الكتاب الورقي بعد كده أنت تطبعه يعني موجود فيه كل المميزات الموجودة في الكتاب الورقي بالإضافة إلى الجانب التكنولوجي والرقمي اللي كل نظام التعليمي دلوقتي بيعتمد علي المعلومات اللي موجودة ج LGBW الكتاب المدرسي هيلة وفي تطوير كبير في المناهج احنا شايفينه فالمعلومات اللي موجودة في الكتاب المدرسي لا تقل أبدا عن الكتب الخارجية ووضعت الكتب الخارجية في مأذرق أنهم هما اللي بقوا يضطروا في بعض الأحيان للحشو ولي زيادة المعلومات عشان يضاهوا عدد المعلومات اللي موجود في الكتب المدرسية لكن النقطة اللي بتبقى الخلافية هي عدد التمارين بتاعة التدريب أو عدد التطبيق هل ده بيبقى موجود على الموقع أو أونلاين؟ دلوقتي فكرة الكتاب الإلكتروني أصلا فكرة عبقرية لعدة أزبع إحنا دلوقتي لما بنتكلم على الكتاب الورقي التقليدي سواء كتاب خارجي أو كتاب المدرسة أو كتاب الوزارة المصادر بتاعة التعلم فيه محدودة يعني مفيش قدام الطالب غير أنه هو يقرأ النص أو يشوف صورة لكن الكتاب الإلكتروني بيوتيح العديد من المزايا الأخرى إنه دلوقتي ممكن دلوقتي يضمن في هذا الكتاب الإلكتروني رابط لفيديو مثلا يبقى الطالب هو بيقرأ الكتاب الإلكتروني ده قدامه رابط لو ضغط عليه يدخل يشوف فيديوهات عن الدرس ده قدامه رابط تاني ممكن يضغط عليه يدخل على المنصة بتاعة التربية والتعليم اللي فيها نمازج الامتحانات ويقدر يحل امتحانات ويحل تدريبات كتير جدا على الموضوع اللي هو بيذكره في نفس الوقت ومن نفس المكان مش يبقى مضطر أنه يقفل الكتاب ويدخل على الإنترنت يفتح المنصة علشان يبدأ يحل أسئلة وإنما من داخل النص نفسه من داخل الكتاب نفسه يقدر أنه يضغط على لينك معين يدخلوا لفيديوهات عديدة عن الدرس ده يقدر يستمع إليها يعني وسائط متعددة أكتر من اللي موجودة في الكتاب الورقي أي أن كان الكتاب الورقي ده كمان ميزة التدريبات دي اللي هي بتبقى يعني احنا بنقول الكتاب الخارجي ليه ليه سيطر لفترات طويلة زي ما حدت تفضلتي وأشارتي أحد العناصر المهمة التمارين اللي موجودة فيه والاختبارات ونمازج الامتحانات كمان هو بيقدم المعلومة بشكل تحليلي يعني بيركز على كل جزئية فيها في الكتاب الخارجي دلوقت كتاب الوزارة بدأ يعمل نفس الكلام ده لكن برضو في حاجات تانية يعني ممكن نستغل الفرصة ونطالب بيها برضو يعني احنا محتاجين مسيرة التطوير لا تنتهي محتاجين برضو يعني مثلا في الكتاب المدرسي ده تبص تلاقي مكتوب الفيزياء للسنوية العام لا الكتاب الخارجي ما بيعملش كده الكتاب الخارجي بيستخدم اسم جاذب للطلاب دايما الكتاب الخارجي بيقال له اسم بيبقى كمان تصميم الغلاف الحاجات البسيطة دي بيبقى مؤسسة